يا مسائل فل على أحلى شباب في الدنيا عملة AIS تدرج على منصة OKX أورر لحضرتك كل التفاصيل إزاي هنسحب وإيه هي النسب ويوم كام وإزاي هنغير عنوان BNB القديم للعنوان الجديد وكل التفاصيل ديت حتى في حل كمان في الفيديو ده للمشاكل الشائعة هنتكلم عنها فضروري إن حضرتك تكمل معايا الفيديو للآخر علشان نص الفيديو الأخير أهم بكتير جدا من النص الأول فلازم لحضرتك تبقى مواظب معايا على الفيديو من البداية للنهاية حضرتك هتستفيد جدا ومتغلطش الغلطات إلا هذكرها في الفيديو دي ألف مليون مبروك للي اشتغل معنا على العملة دي اتمراهنين عليها من الثانية الأولى وقلنا شبها تدرج والحمد لله هنبتدي نحص وضماظر عنا يلا بنا بقى نشوف الخطوات الجاية علشان ما تطولش علينا يا هندسة كده أقول لك يلا يا فندم نبدأ الشرح بتاعنا هنا بيقول للحضرتك قائمة AIS على منصة OKX خلينا نضغط عليها ضغطة واحدة كده ونشوف التفاصيل رايحة جاية منين الكلام ده بقى يا هندسة خلينا نشوف مع بعض كده يا صديقي ونبدأ نترجم تنبيه الإدراج AIS AIS بلوكتشين يتم إدراجها حصريا على OKX الإدعاة التدول الفوري المفتوح عشرة صباحا 19 يناير يبقى تدولنا على العملة AIS على منصة OKX يوم 19 يناير يعني كمان 4 أيام هل في دليل على الكلام ده هندسة أو العملة موجودة على منصة OKX هورر لحضرتك كل حاجة دلوقتي العملة موجودة على OKX من درجة النهاردة يا شباب وهنبدأ نغير العنوين وهنبدأ نزبط كل حاجة مع بعض تقوم AIS تقنية النقر على التعدين وتوحيد الملايين في مجتمعها لتشكيل جسر من الويب تو إلى الويب سيري وتشكيل مستقبل ينتقل فيه المليارات بسلاسة إلى عالم الإنترنت عبر عصر الويب سيري يرجى تحديث عنوانك باستخدام AIS من OKX Exchange وتجنب دفع أي رسوم غاز إذا لم تتمكن من العصور على AIS فيرجى استخدام BNB من بورصة OKX لا لا ده أنا مش فاهم بقى كده يا هندس هنعمل إيه بقى في النقطة دي هقول للحضرتك هنا بقى بيقول لك إيه حضرتك حاطة عنوان الويب سيري من OKX عنوان البي نبي الأول كان إسيريان بعدين غيرنا للبي نبي دلوقتي بقى بيقول لك إيه غير عنوان البي نبي الويب سيري لعنوان بي نبي أو عنوان العملة داخل محفوظة الـ OKX مباشر أنا كنت منتظرها علشان ما نتفعش الرسوم تحويل أي نعم بإن بيه الرسوم وبسيطة بس برضو إحنا مش عايزين نتفع الرسوم خالص إحنا عايزين العملة تجينا مباشرة على المنصة ونبيع أو الناس حلو الكلام على كده هنا بقى بيقول لك عنوان BSC ده لعنوان بتاع العملة يعني إيه هندسة أنا ما فهمتش النقطة دي هو بالعملة عليه عشبكة تبيز ده تردو تحطوا في محفوظة راس طولت أو 100 ماسك علشان تدفع العملة هناك أو حتى المحفوظة بتاعت الويب سري من المقرر أن يبدأ التوزيع هذا الأسبوع بنهاية يوم 17 يناير يعني إيه؟ يعني عملتنا اللي في التطبيق دي هتبتدي تتوزع لنا على المحافظ في نهاية يوم 17 بمعنى أن يوم 19 العملة هيتم فتح التدول عليها العملات هتوصل لنا في المحفظة بتاعتنا في نهاية يوم 17 أي بداية يوم 18 يناير ده كلام جميل جدا يعني إحنا معنا يوم زيادة هؤ إحنا العملات هتوصل لنا تعود معنا يوم تاني يوم هنبعها على طول علشان مشاكل التأخير وكل المشاكل دي برحتنا بقى مع العملة نبيع نشتري كل الكلام ده ههعرق حضرتك تعمله إزاي دلوقتي حالا يلا بينا نروح على منصة اوكي اكس. هنا بقى الجمال كله يا شباب عملة ايس موجودة في وجهة التطبيق بتاع منصة اوكي اكس. لو ضغطنا عليها ضغط واحدة كده بيقول للحضرتك بقى اتنين وتسعين ساعة اربعة ايام بالزبط. خلينا بقى نرجع ونبتدي ناقد عنوان ايس ده او نغير العنوان بتاع المحفظة الويب سري للمحفظة الرئيسية في التطبيق الرئيسي. خلينا نرجع كده يا صديقي وندخله على كلمة اللي موجودة في وجهة التطبيق على طول برا ونبتدي نبحث عن عملة ايس ونبتدي نكتب له في البحث هنا. احنا عايزين نبحث عن عملة ايسي هندسة. اي سي اين. هتظهر معنا عملة ايس بالشكل اللي موجود ده. نضغط عليها ضغطة واحدة كده. وهنبتدي نحدد له الشبكة هو اصلا اوتوماتيك. اي اللي تحت اوه. اي س بي اس سي. اللي هو بي ان بي سمارتشين. خلينا نضغط عليها ضغطة واحدة كده. هيبتدي يطلع لحضرتك بي الزكية نضغط عليها ضغطة واحدة. ونبتدي نمسح الكلام ده كله. ونبتدي نحط له العنوان الجديد كده. ونقول له تأكيد العنوان بتأكيد. كده ما عندناش اي مشكلة. كده خلاص غيرنا العنوان من المحفظة للمحفظة الرئيسية. خلينا نروح تاني على محفظة كده. طيب يا هندسة هو ده اكبار اللي انا اعمله. لا يا صديقي ده مش اكباري. لو حضرتك عايز يسيب عنوان المحفظة بتاعة حضرتك اللي هي اللي هنا دي. عايز يسيب عنوان اللي احنا كنا واخدين. اللي هو تحت ده. مفيش اي مشكلة. لو ضغطنا على ضغطة واحدة كده. وعايز تاخد العنوان ده وتحطه. مكان العنوان اللي احنا لسه حطينه ده. عادي برضو مفيش اي مشكلة. لكن هتحتاج رسوم بي ان بي علشان ترسلها للمنصة وتبتدي تبقىها هناك. فاحنا مش عايزين ندفع الرسوم دي. طيب يا هندسة. انا ما عنديش اوكي اكس ومش موصك اوكي اكس ومش عارف اوصك وهعمل ايه. حضرتك ممكن تروح على او ميتة ماس تاخد العنوان تحطه في التطبيق. وكده خلاص المشكلة بتاعت حضرتك تحلي. طيب هاباهم ازاي هندسة. اقول لحضرتك سيب لي بقى النقطة دي. حضرتك هترسل لي عملات ايس. انا هباع عملات ايس وودي لحضرتك ما كان هيقزتي. يعني انا مش هسبك في اي حالة من الحالات. هتجيلي كده هجيلك كده. هساعدك يعني هساعدك. خلينا بقى نبتدي نروح نشوف الاخبار ايس. لو ضغطناله على العلامة اللي تحت ديت. هيبتدي يقولك فيه خبر نازل اليوم. الادراك في برسة اوكي اكس. خلينا نبدأ نشوف الكلام اللي موجود ده هنا ايه. ننزل تحت شوية. اخبار مسيرة تلوح في الافق. ايس المتحمسين. يسعدنا ان نعلن ان ايس سيتم ادراك في برسة اوكي اكس الشهيرة مما يمثل علاقة فارقة في رحلة مشروعنا. ومن المكرر ان يبدأ التدول الفور التسعتاشر ينايل عفين اربعة واشرين الساعة عشر صباحا. بالتوقيت العلامة المنصف. هذه القائمة ليست مجرد حدث بالغ الاهمية. انه يدل على منعاطف حرج ايس الى مزيد من الاعتراف والسيولة وتبني نطاق واسا. حلو. نبتدي بقى نشوف عملية التوزيع. نشوف التوزيع بيتم ازاي? لضمان عملية توزيع عادلة. حددنا متطلبات محددة لمستخدمين ايس لتلقي الكتعة النقدية. لتكون مؤهل للحصول على ايس وتوزيع العملات يجب على المستخدمين تلبيت المعايير الاتية. يعني علشان تبدأ تحصل على عملاتك لازم ان تلبي المعايير اللي قدامك دي. الحد الادنى للرصيد يجب على المستخدمين. الاحتفاظ بالرصيد لا يكل عن الف. يعني دلوقتي حضرتك معك تسعمائة عملة وجيه وقت السحب. هل هقدر اسحب? هقول لي لحضرتك للاسف لا. لان الحد الادنى للسحب الف عملة. وبيقول لك برضو في نقطة هنا متاح في حساباتهم. يعني لو حضرتك معك عملات وعمل افل للعملات ديت مش هتقدر تسحب برضو. لازم يكون معك رصيد فريق الف عملة على الاقل. او رصيد غير مقفل على الاقل لالف عملة. نيجي التاني نقطة. التحقق من اعرف عميلك. التحقق من كي واي سي. الخطوة واحد والخطوة اتنين. الزامي. لازم لحضرتك تكون عامل كي واي سي واحد والكي واي سي اتنين. في فيديو دلوقتي يا سيبه الحضرتك بازاي تعمل الكي واي سي. وازاي ترتب كل الامور ديت قبل معادة الصحة. هتلاقي نسبولك في علامة الاي اللي هتظهر فوق على اليمين او على الشمال. وفي الديسكريبشن والكومنت المسبت. تلات حاجة. عنوان سلسلة بانبي الزكية. يحتاج المستخدمين الى تعيين عنوان سلسلة بانبي الزكية. بي اس سي. في حساباتهم. معنى كده ان حده هيجي يقول لي بقى هنا ينفع اصحب على بينست. ينفع اصحب على بي بيد. ينفع اسحب على كوكوين. هأقول لي الحضرتك ازاي هي العملة دي هتدرج على المنصات دي. هتقول لي لأ اي منصات. هقول لي لحضرتك يبقى ازايز تاخد عنوان البانبي من بي نونس ومن كوكوين. لازما العملة تبقى مدرجة هناك هتقول لي هندistance احنا بناخد عنوان الب команд من طرس تولت ومن متاماس ومن المحافظ الذي يبحث مني سري. هقول للحضرتك يا صديقي العملة لها عقد. نقدر نضيف العملة على المحافز الويب سري. او المحافز الالكترونية زي ميتا ماسك زي تراس طولت. لان احنا هنضيف العملة هناك. نقدر ندف احنا يدوي. ما نقدرش ندفع في المنصات لكن نقدر ندفع في المحافز دي. تمام تمام. هتلاقييني برضو سعيب لك العقد. ف الديسكريفشن وكومت المثبت. وعلى جروبنا تلجرام. اي حاجة. طقف مع حضرتك. جروبنا تلجرام في الديسكريفشن وكومت المثبت انا مستنى حضرتك هناك. خلينا نشوف رابع حاجة جلسة التعدين النشط. يجب ان يكون لدى المستخدمين جلسة التعدين نشطة للمشاركة في التوزيح. يعني لازم ان حضرتك ما تبقاش وقق في التعدين. لازم ان تعدينك يبقى شغال علشان تبتدي تحصل على العملات. خلينا نرجع كده ونتأكد ليكون انا كمان موقف التعدين. لا التعدين شغال اهو. كل اللي على حضرتك تلغط له ضغطة مطولة حتى لو التعدين شغال. رجعه لك اربعة وعشرين ساعة هو ازاي ما حضرتك شايف كده. نرجع تاني نبتدي نشوف الاخبار الباقي علشان نبقى كفينا كل الاخبار وعرفنا كل حاجة. هنا بقى في نقطة مهمة ودلي انا بكلم حضرتك فيها. زي ما حضرتك قلت لي انا عايز اعمل تخزين لمدة خمس سنين مية في المية من العملات او سنتين او سنة. قلت لحضرتك بلاش علشان حضرتك مش هتقدر تسحب. حضرتك معاكش كمية كبيرة جدا. وعايز تعمل افل لبقية العملات او نص العملات. فيبقى معاك نص العملات ده مطاح ونص العملات مغلق او مقفول عليه. وزي ما شفنا برضو في ناس كتير عامل او الافل العملات. اي ستقتصر العملات الموزعة على تلك لم يتم تخزينها مسبقا. يعني العملات اللي هتتوزع يوم سبعتاشر او نهاية يوم سبعتاشر. هتكون العملات الفري يعني اي حد عامل عملاته مش هيوصل له عملات للأسف. وتلك التي تم الحصول عليها من خلال الاحالات والتي تستوفي ايضا معايير الاهلية المذكورة عليها سيتم توزيع سلسلة BNB الذكية على اساس شهري. يعني كل شهر هيبتدوا يوزع العملات حتى اطلاق الشبكة الرئيسية. لحد ما يعملوا الشبكة الرئيسية هيبتدوا يوزع عملاتنا كل شهر على شبكة ال BNB. وبعد ما يضيفوا الشبكة الرئيسية يبتدوا يقول لنا خلاص يا فاندي موقف BNB. وحط الشبكة الرئيسية بتاعتنا هنسحب عليها بعد كده. مما يضمن مكفآت لمجتمعنا المخلص. تواريخ مهمة لابقائك على اطلاع. اليك التواريخ الحاسمة مرة اخرى. من المكرر التوزيع الاول في سبعتاشر يناير. يبدأ التدول تسعتاشر يناير. الساعة عشر صباحا. نوصل المستخدمين بشدة بربط عنوين سلسلة BNB الذكية الخاصة بهم. من اوكي اكس اكس تشينج. بحساباتهم مما يتحموا عملات ثلاثة وتجنبوا الرسوم الغازي. اوكي اكس اكس تشينج. طب يلا بنا نروح على المنصة كده نتأكد اللي انا عملته في البداية الفيديو لو حضرتك فاكر صحة ولا غلط? احنا هنا دلوقتي وقفنا على خانة الايه? الاكس تشينج. ديت اللي احنا كنا حطينا عنواننا القديم. ديت الاوكي اكس اكس تشينج. يعني اللي انا عملته في بداية الفيديو هي الطريقة الصحيحة. ليه بقى? علشان حضرتك ما تخسرش الرسوم. زي ما قلت لحضرتك ولا تأخيرات تحويل ولا توجع دماء خالص باي حاجة. هنا بشكل مباشر وبشكل فوري. خلينا نرجع تاني نكمل بقية الخبر. ازا لم يكن لديك حساب اوكي اكس حتى الان. مناش دعوا بقى باحنا بالرابط ده احنا عندنا حسابة اوكي اكس كلنا. واللي ما عندوش يقدر يتواصل معايا تليجرام. هقول لحضرتك تعمل ايه بالزبط من انشاء الحساب لتوصيقه. طيب. كده خلاص احنا مش محتاجين اي حاجة تانية. كده خلاص كفينا الفيديو من البداية للنهاية. لو حضرتك مش عارف تضيف عقد العملة ازاي تواصل معايا تليجرام. هقول لحضرتك تضيفه ازاي بكل سهولة وكل سلاسة. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. الف مليون مبروك للشباب. ربنا دايما بيدينا على قد كرم ومش على قد تعبنا. لو حضرتك جديد معايا في القناة. فضلا وليس امرنا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. عايزين نوصل لعشرة الاف. عارب وق. مس على باللايك الجميل بتاعك. كومنت برأي حضرتك. هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني. واشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم.